خلينا نشوف طاقتكم هاي الفترة كيف رح تكون عاملة. شو اكتر اشي عم بتركزوا عليه? شو افكاركم? افعالكم? شو طاقتكم بشكل عام هاي الفترة? اها انتصارات. في عندك انتصارين اتنين على شخصين. وممكن يكون على صعيدين. ممكن يكون على الصعيد العملي وعلى الصعيد العاطفي. فانت كنت من زمان عم تستنى هذا الانتصار وكنت يعني زي كان مؤجل. اه ولكن بشوفه عم بيصير هاي الفترة. فحلو كتير. اذا خلينا نشوف. شو نخبين للورق هاي الفترة? اوه كتير حلو. برج الميزان هاي السنة يعني شهر حلو الشهر اللي بعد ولا. الشهر الحلو شهر بعد ولا. خلينا نشوف هاي الفترة. ان شاء الله تكون حلوة. نبين من الورق انه في امور حلوة. او اغلب الامور حلوة. شايفي يا برج الميزان? يا حبيبي عندك اه نهاية اه فترة سيئة خلينا نقول. اه كانت مليئة بال بالحزن. كان فيها كان فيها ارق. كان فيها تعب. كان فيها حتى تعب جسدي. اه عم بيكون نهاية لهاي الفترة الحزينة وبداية جديدة رح تكون على العكس تماما خلينا نقول. او فيها كل مقومات السعادة والانتصارات والفرح. شايفيتك كتير مبسوط هاي اه الفترة. شايفي فيه شخص عندك موجود عم بيخبي اسرار. عم بيكون هو بحياتك. اه مرتبط انت فيه ارتباط اه كبير. اه لكن هذا الشخص عم بيخبي اه امور. يمكن يكون على الصعيد العملي. ممكن. شخص اه اه عم بتطلع عليك بعين الحسد. عم بيحكي عليك من وراك. اه شخص اه ممكن يكون اه ترابي او هوائي متلك. او حتى مائي. اه هاد الشخص عم بيحكي شغلات يعني غلط شغلات كذب خلينا نقول. اه وانت شايفيتك منتصر عليه من بعد ما سبب لك اه ارق. ممكن يكون على الصعيد العاطفي. هذا الشخص كان اه كتير غامض. كتير اه عم بيكون اه بالفترة الماضية. عم بيخفي امور اه مثل علاقة ثالثة. مثل اه اي امور اه تانية. ولكني عم بشوفك عم تحرز اه انتصار على هذا الشخص. عم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من معين ممكن يكون هذا هو حب هذا اه الشخص وعم بشوف الامور بت بتمر على نجاح. اه عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع. شايف فيه بالعمل فيه رزقة حلوة جيتك. اما من شغل انت اه يعني اشتغلت عليه لك فترة او انه اه ممكن تكون تطور في العمل معين. اه ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل او حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير اه حلوة عم بتكون. اه عم يوصلك اخبار كتير حلوة اه عن موضوع الو علاقة اه بدراسة بعثة منحة ا 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 المهني. آآ عم تاخد حقك منه وتكون كتير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجة آآ غير متوقعة ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع انه تاخد حقك بهاي الطريقة ولكن الحمد الله عم تاخد حقك بآآ وعم بتكون كتير مبسوط. عم بشوفك آآ فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في آآ في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص آآ نفسه. الورقة طلعت آآ مقلوبة فشايفة شوي فقدت الامل او آآ ولكن في انتصار على هذا آآ الشخص. هذا بشكل عام. الطاقات اللي مبيني اكتريتها آآ في عندنا طبعا قوس آآ في ميزان في آآ ابراج هوائية كتيرة. في ابراج نارية. وفي شوي مائية. لا في مائية. على الاغلب. هذا بشكل عام. وشايفة في آآ عملية او آآ لإلك لحدة قريب من عندك آآ عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير آآ عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون آآ في حالة صحية او انت ممكن تكون آآ في حالة صحية افضل عم بيصير فيه تطور لهذا الموضوع. ازا برج الميزان بشكل عام وراء حلو. شوف الناحية العطفية اكتر. آآ في استشفاء في كان عندك طاقة آآ سلبية. في استشفاء رائع يعني هاي الفترة راح يسم. في شايفة حب كبير عم بتبلور حب آآ بينك وبين الشخص المقابل آآ في تقارب اكتر في هاي العلاقة عم تتطور آآ اكتر. في توضيحات عم بتصير من الطرف الاخر او حتى منك آآ عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقربوا من بعض بطريقة كتير جميلة. آآ عم بيكون بناتكم تواصل روحاني رائع جدا. انت وهذا آآ الشخص. عم بشوف المناوشات والآآ النقد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانو الورق. الورقة مقلوبة. شايفيتك اكتر صرت آآ متأكد من الطرف الاخر. آآ رح يأكد لك رح يعني يعني يبعت لك مثل آآ مسجات تطمين آآ شغلات. رح تسمع عنه شغلات تتطمن كتير منها حيثو. من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبله شوي. آآ مبين من بعد ما كنت آآ خايف آآ في وراك آآ هون بما انو طلع مقلوب فعم بيكون العكس. المعنى عم بتكون شوي شوي آآ اجرك تثبت. شوي شوي العلاقة آآ تكون ثابتة. انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر. آآ شايف في طرف اخر. في طرف تالت متربص. عم بتراقب من بعيد. ولكن ما في من ورا شر. لانو عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما انتو شايفين هون يعني آآ متل راح تكبروا سوا. متل راح آآ تكونوا آآ مع بعض طول الوقت. عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم آآ في المستقبل. فاكتير بالنسبة لل للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هاد الشهر. خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هاد الشهر. على شو اكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شاغل بالك. آآ آآ كتير حلو. هون مبين انه عجلت الحظ. عجلت الحظ آآ راح تكون معاك آآ او ممكن يكون هذا الموضوع متل بتلف اللفة. في كارما راح تحصل عليها آآ في اموال ممكن تحصل عليها. كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الاوهام آآ راح شوي شوية تتخلص منها هاي الفترة راح تتلاشى في نهاية الفترة راح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انو انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك. آآ فشايفة كرت كتير حلو. شوف هون ازا فيه تحذيرات مسلا لبرج الميزان او. واو. آآ مبين عندي مثل بستان خضار اوراق عم تزهر آآ تزهر آآ ورود آآ شايفة يعني فيه اشي مسمر عم تعمله. اما العلاقة العاطفية عم اه بتاعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تتلقط النتائج. آآ ا او انو ويكون مشروع انت بلشت فيه بالآآ قديما وعم. آآ واخيرا عم تحصل على النتائج. لكن انا شايفة هذا الكرت عاطفي اكتر. يعني ممكن يكون العلاقة العاطفية هي نفسها آآ راح تتطور او راح من بعد آآ ما كانت آآ مثل الورد الدبلانة او كزا. اه رح لا رح يصير في بالعلاقة. رح يصير في وعود من اه الطرف الاخر. رح يصير فيه ترسيم ممكن للعلاقة. اها بيقولك الفترة الجاي رح يكون في اه في شخص قريب من ك كتير. كبير بالعمر. اه هذا الشخص اه تقريبا من ابراج خلينا نقول اما ترابية او نارية. ممكن مائية. اه هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي. ممكن اه كتير معقول يكون على الصعيد العملي. اه اه كون متشبث في هذا الشخص وكون اه خلينا نقول على العلاقة طيبة في هذا الشخص لانه رح يساعدك اما في اه يعني فرصة عمل جديدة او بالعمل او حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم انت بتستعين فيه بكتير امور. اذا برج الميزان شوي طبع لنا هون. واو. عم تهتم كتير يا برج الميزان دائما بطلع لهذا الكرت لقلك او شبهه. اه عم بتحاول هاي الفترة تعمل متل تطلع عم بتهتم في حالك اكتر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة او الجسم. اه عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة. اه وعم بتكون عن جد اه محط الانظار طبعا كالعادة برج الميزان. اه فعم بتكون اه محط الانظار بهاي الفترة خاصة الاشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول انه يدخل حياتهم اه حدا كتير اوي اه صاحب سلطة اه شخص اه مناسب على الصعيد العاطفي اه او هو كمعجب انا بشوفه. فهذا الشخص اه معقول كتير يكون اه برجه مائي مسلا. اه فلولو لو نوجد هذا الشخص اه حواليك اعطيه فرصة. خلينا نشوف كمان. لبرج الميزان. اه في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يحطي نتائج وزي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد اه كمان اه ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحو لكم اه وفي ناس كتير لا ما رح يفرحو لكم ابدا بتطور العلاقة او بالزواج او كزا اه رح يكون في عيون كتير فانتبهوا. رح يفتحن